اهلا بكم احتفل شركة امار العقرية بتدشين المرحلة الاولى من اكبر مرسا لليخوت في شمال افريقيا تحديدا في الساحل الشمالي المصري المطل على جنوب البحر الابيض المتوسط والذي يجب سواحله اكثر من 30 الف يخت سنويا المزيد في تقرير مراسلتنا من القاهرة رشاد الرحمن على بعد ما يقرب من 250 كيلو متر شمال غربي القاهرة احتفلت شركة امار بتدشين المرحلة الاولى من اكبر مرسا لليخوت في شمال افريقيا المرسا الذي يعد احدث اضافات الشركة الاماراتية العملاقة لمنتج مراسي المطل على الساحل الشمالي المصري يمثل خطوة على طريق جذب سياحة اليخوت الفارهة الى منطقة جنوب البحر الابيض المتوسط والذي يجب سواحله اكثر من 30 الف يخت سنويا المرينة هي اضافة حياة للناس هي ممشى هي زراعة هي يخوت هي بحر هي اكل فيعني ممكن نحن الارض هذه كمثال مساحة تقريبا مليون ومئتين متر ممكن نحن نبني فيها شقق ونبيع وفلل ولكن نحن ناخذ المليون ومئتين متر نصرف عليهم تقريبا مليارين ونص جنيه عشان نحن نبني المرينة بناء المرينة ووجود اليخوت هذه مش شغلة تجارية مربحة بس هي مربحة لان احنا نعطي نمط حياة للمشروع ككل تملك المرينة الجديدة قدرة على استضافة اليخوت الكبيرة التي يصل طولها الى مائة وخمسين مترا بساعة تصل الى مائتين وستة وثلاثين مرسا ويتزمن افتتاحوها مع اطلاق مصر الاستراتيجية تهدف الى تعظيم نصيب البلاد من تلك السياحة المرفهة العائد المادي بتاعها كبير جدا 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 نسبة وتناسب يعني الاعداد الاشخاص اللي بيبقوا في سياحة اليخوت قد يكونوا اعداد قليلة جدا ولكن متطلباتهم لها تكلفة عالية جدا وبيدفعوها دول بياخدوا خدمات ارضية دول بياخدوا سيرفيس دول بياخدوا سيانة ومنتننس وجاز وأكل ومية وخضار وفكهة والناس دي كمان بتاخد زيارات خاصة تعد شركة اعمار من اقوى المطورين العقريين في السوق المصرية اذ يتخطى حجم استثماراتها حاليا الاثنين عشر مليار دولار يضع هذا المرسى الفريد من نواهي مصر على الخريطة العالمية لسياحة اليخوت لوضيف بعضا جديدا لمنطقة سواحل جنوب المتوسط المتعطشة للاستثمارات راشا عبد الرحمن لاخبار الامارات السحل الشمالي المصرية اشتركوا في القناة